نبي قبل أن تغير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن يوم الأحد كان آخر يوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمون في صلاة فجر يوم الاثنين وقد طال انتظارهم لرسول الله ففوجئوا برسول الله قد كشف السقر الذي كان على حذرة أمنا عائشة ونظر إلى الصفوف وهم يصلون ففرح وابتسم فأراد أبو بك أن يتأخر ليدخل النبي يصلي إماما بالناس ظنا منه أن النبي قد برئ وكاد المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله فأشار لهم أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة فأرخى السدر فلما ارتفع الضحى أرسل النبي إلى فاطمة وأخبرها بأنه سيقبض في مرضه هذا فبكت فاطمة فأخبرها بأنها أول من تلحق به من أهله وأنها سيدة نساء العالمين فضحكت واستبشرت فلما رأت فاطمة ما برسول الله من كرب وشدة السكرات قالت قالت وكرب أباه قال لها لا كرب على أبيك بعد اليوم وأرسل إلى الحسن والحسين وأوصى بهما خيرا ووعظ أزواجه وذكرهن بالله وما زال الواجع يزئد ويشتد حتى ظهر أثر السم الذي أكله في خيبر وبدأ النبي يحتضر فوضع رأسه الشريفة في حجر أمنا عائشة وهو يعالج السكرات إذ دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك فنظر النبي إلى السواك في يد عبد الرحمن فعرفت أمنا ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لعلمها أن النبي يحب السواك فقالت أخذه لك يا رسول الله فأشار برأسه النعم فأخذته ولينته له في فمها فاستن به كأحسن ما كان يستن به وكان يمسح وجهه بالماء وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات وبعد أن فرغ من السواك رفع أصبعه وشخص بصره نحو السماء وتحركت شفتاه وقال مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى كررها ثلاث ومالت يداه ونحق بالرفيق الأعلى إنا لله وإنا إليه راجعون مات رسول الله مات حبيب الله مات خليل الله بأبي وأمي أنت بأبي وأمي أنت يا رسول الله بأبي وأمي أنت يا خير الورى وصلاة ربي والسلام معطرة يا خاتم الرسل الكرام يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرة لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتحي أبدا ولن تتغير لك يا رسول الله منا نصرة بالفعل والأقوال عما يفتر نفديك بالأرواح نفديك بالأرواح وهي رخيصة من دون عرضك بذلها والمشترى تبت يد تبت يد غلت بشر رسومها وفعالها فغدت يمينا أبترى الدين محفوظ الدين محفوظ وسنة أحمد والمسلمون يد تواجه ما جرى أولا درى الأعداء كم كنا إذا ما استهدأوا بالدين جندا محضرة الرحمة المهدات جاء مبشرا يدعو لأحسنها ويمحو المنكرة صلى عليه الله صلى عليه الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبّر صلى عليه الله في ملكوته ما دارت الأفلاك أو نجم ثرى صلى عليه الله في ملكوته ما دارت الأفلاك أو نجم ثرى وختامها عاد الكلام بما بدى بأبي وأمي أنت يا خير الورى فلما عرفت فاطمة بموت أبيها قال لك hvadب estas لفتالي أظن�� وخبرك في صفاء